موسيقى نا جايين ألث كيلو من محافظة الوادي الجديد عشان نيجي نفرح باليوم ده في الحديث الحيواني نا جايين من اللاصر يعني يوم واحد زي ما بيقولوا زورتها قبل كده على 3-4-5-6 مرات أيام الدراسة أيام الجامعة نا جايين هنا الحديقة عشان نفرح ونفرح الأولاد معنا ونشوف الحاجات اللي هي نجرة مش موجودة في أي مكان تاني موسيقى 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 هكذا مشتcross وما بيوصل كل المطلوب منك اللي هو خمسة بنيه التذكرة الحاجات بسيطة اللي بدأني هي التذكرة بخمسة بنيه وفي اللي بيبقى جاي بأكله معا وفي اللي بيشتير الأكل برضو الحاجات مش غالية جداً ولا حاجات بتبقى الحاجات مميزة وحاجة ورخيصة احنا عايزين نطور الحديقة نخليها عالمية بلند اسكيم جديد عايزين نسفلت ده نشيله ونسفلت ده خطأ ومش ومقنشقش مع الحديقة يعني خيديو اسماعيل لما عمل حديقة ما عملش فيها الاسفلت الموجودة لا حباً في الحيوانات الموجودة مش موجودة في اي محافظة تاني اخر فبنيجي عشان وعي الاطفالنا وتبقى عارفة ان الحاجات دي موجودة عندنا في مصر الحيوانات اللي مش متواجدة في اي مكان على مستوى الجمهورية عندنا هنا في القائرة وبيتبسطوا جداً وبيبقوا مبسطون وبيقبضوا يوم سعيد حباً في المكان وحباً في حاجة قيمة حاجة لجموعة الحيوانات اللي فيها فريدة وخويسة احياناً بيشتاق الواحد ان هو يتفرج على الحاجات دي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة